كان فارس أشار لنقطة مهمة جدا وهي تويتت أوجستي بعد التتويج ببطولة دوري المرتبط اللي بالتأكيد يعني كانت مهمة جدا خلينا تناول مع حضراتكم لأنها كانت عبارة عن مجموعة من الرسائل اللي تصل للجماهير والمجلس الدراء والجميع ممتنون دائما للعيب الفريق الأول كان الطريق إلى اللقب أصعب بسبب بداية مضطربة للموسم وده اللي احنا بنقول عليه هي فكرة التعامل مع الإخفاق ولكن وجدنا الطريقة للفوز مرة أخرى كنتم في كامل تركيزكم متحمسين وعملتم بجد التحقيق الأهداف نحب بذلك شكرا أيضا لتاقمي على تفانيهم وده نقطة مهمة جدا يا فارس أن الرجل ده الناجح دايما هو من يقدر تاقم العمل اللي معاه وده كانت البعض حاول يلعب فيها وانتطرق ده بالتأكيد ولكن أوجستي مش ناسي ده وطبعا كان أول رسالة أنه بيشكر لعبيه وبيشكر الجهاز الفني اللي قدروا يعدوا المرحلة الأولى أو الاضطراب الأول زي ما سماه لكن فيه جزء تاني نقدر برضو نستعرضه أكيد شكره زي ما ذكرنا لفريق الشباب 18 سنة قال عنه أوجستي بطولة أخرى لدول المرتبط هذه البطولة بالتعاون مع فريقنا تحت 18 عام تثبت أن برنامج الشباب لدينا يستمر في جلب مواهب جديدة شكرا لمدرب الفريق تحت 18 عام محمد أشرف ولجميع لعبي وطاقم الفريق تحت 18 عام وللمدربين داني ماني مودي الجرحي كريم ضيف إبراهيم الجمال عمل جيد حاجة عظيمة أنه يعني بيذكر الجهاز الفني بالكامل حقيقة ده المدير الناجح يا رسام ده قاعدة المدير الناجح يعني أيضا يعني بيعود وبيقدم الشكر لجماهير النادي الآلي بيقول شكرا مرة أخرى لجماهيرنا لأسباب يصعب فهمها وهنا يا جماعة أزور الرجل هو مش فاهم فعلا ليه لم يسمح لجماهيرنا بحضور النهائيات لأسباب يصعب فهمها لم يسمح لجماهيرنا بحضور النهائيات ولكن شعرنا بدعمكم الذي دفعنا قدما بقوة خاصة في الدور نصف النهائي في برج العرب يلا يا أهلي طبعا رسالة كبيرة ولكن دايما هتجد أجستي كده عنده الحتة أنا بقول هو منو الجزيء كرة السلة ومن الناس اللي لها نفس البصمة وفي رأيي دي استثناءات في تاريخ النادي الأهلي مش هالقاعدة يا جماعة هنا برضو تجده دايما عنده نفس اللفتات اللي ما بينسهاش وسط كل ده قال أخيرا كانت هذه احتفالية مختلفة افتقدنا وجود نائب الرئيس العمري فاروق الذي يحارب من أجل حياته بعد تعرضه لنزيف المخ قبل شهر أفضل تمنياتي بالشفاء الكامل وكل الدعم لعائلته الجميلة إن شاء الله سنكون قريبا لدينا أسباب أكبر للاحتفال وهو يعني هنا وجوده مع الفريق وجود الوزير السابق العمري فاروق مع الفريق هذه رسائل الشخص الزكي والمدير الزكي وتقدر تلخص من ده لأجوستي راجل ناجح يا أسان شخصية طبعا شخصية المدير الفني شخصية واثقة شخصية لما تعرض في بعض الأوقات لحالة من حالات الطرد وبدأ البعض يلعب في المنطقة دي كان الكابتن أحمد الجرحي طلب وضوح قال التعليمات اللي قالها مستر أجوستي بين الشوتين معاك كافة الصلاحيات أنا واثق فيك ما يعملش الكلام ده إلا مدير فني واثق كويس قوي في إمكانياته والحقيقة بصمته واضحة بشكل كبير جدا ولاي بالفعل على النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر